شارك الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية في اجتماع وزراء الداخلية بدول التحالف الأمنية الدولي والذي عقد يوم أمس في أبوظبي وأعرب معالي الوزير في كلمته خلال الاجتماع عن خالص الشكر والتقدير لسموه الفريق الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على ما يقوم به من جهود شخصية متميزة لتعزيز دور التحالف الأمنية الدولي مشيدا بقيادة دولة الامارات للتحالف ودعمها لعملياته المشتركة وما تقوم به الأمانة العامة في أبوظبي من دور تنسيقي احترافي في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كما أكد معالي تقديره لمشاركة أصحاب المعالي وزراء الداخلية بالدول الأعضاء وما يبدونه من توجه صادق وبناء يعكس المسئولية الأمنية لهذا التحالف والذي استطاع رغم عمره الزمني والذي لم يتجاوز السنوات الست أن يؤكد دوره ومكانته الدولية في مكافحة الجريمة ومجابهة المخاطر الأمنية بمختلف أشكالها وهو ما كان واضحا خلال العملية الأمنية المشتركة التي تم خلالها إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ما يعكس قدرات وخبرات دول التحالف والتزامها بالمضي قدما بعزيمة وإصرار في معالجة القضايا ومواجهة التحديات الأمنية وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما يصاحبها من حالة ترقب واستعداد من الجهات الأمنية وكذلك ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الفكر المتطرف كل ذلك يستدعي مواصلة العمل المشترك لتعزيز دور التحالف من خلال رفع مستويات التعاون والتنسيق في مجالات أمنية عديدة ليشمل الأمن السبراني والأمن الغذائي والحماية المدنية وخدمات الإسعاف وتطوير عمل فرق الإنقاذ واستخدام المعدات والتقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة كفاءة وقدرات الأطقم العاملة وجاهزيتها انطلاقا من الرؤية المتكاملة التي تجمع الدول الأعضاء وأوضح معالي أهمية المضي قدما في تبادل الخبرات ومواصلة التكاتف وتنسيق الجهود لمواجهة المخاطر الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلام الدوليين معربا عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين في هذا التحالف الأمني الدولي والذي يمثل صورة من صور الإرادة الدولية للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والقضايا الأمنية المشتركة ومن بينها مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام الطائرات المسيرة من قبل الجماعات الإرهابية ومنع التطرف العنيف ومكافحته عبر الإنترنت والجرائم البينية المرتبطة بالتغير المناخي وذلك في إطار تعزيز تبادل الخبرات ومجابهة التهديدات الأمنية ووضع الاستراتيجيات المشتركة وذلك لمكافحة الجريمة ويشمل التحالف مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم التطرف في إطار تحرك تنسيقي للتعامل مع مؤشرات تصاعد المخاطر الأمنية دوليا وتتمثل المهمة الرئيسية للتحالف والذي تأسس في فبراير عام 2017 في تعزيز التعاون في مجال الأمن الداخلي بين دول العضاء خاصة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية ومنها منع ومكافحة أشكال التطرف وأي جرائم تمس أمن المجتمعات كما يعد التحالف بمثابة منتدى لتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات وأسس ووسائل التدريب على الصعيد الشرطي ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ترجمة نانسي قنقر